اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم مع معالي اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المتبادلة هذا إلى جانب بحث القضايا الأمنية والسياسية الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في اليمن والجهود التي تبدل لوقف الحرب وتسوية النزاع عبر المفاوضات السياسية إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وتم التأكيد خلال الاجتماع على همية استمرار الهدنة في اليمن وتنفيذ بنودها وضرورة فتح المعابر نحو مدينة تعز المحاصرة ومواصلة الجهود الدولية للضغط على الحوثيين للدخول في المفاوضات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والنماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر